بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الأول في الوحدة الثانية نتعرف فيه سويا على كيفية حساب محدد المصفوفة 2 في 2 و 3 في 3 باستخدام طريقة الأسهم أرو تكنيك أو كما يسميها البعض طريقة الشبكة فالأن الأسهم حينما تتداخل تكون ما يشبه الشبكة ففي البداية نكرر العمود الأول والعمود الثاني إلى يمين المحدد ثم نكون هذه الأسهم التي تمر بالأقطار الرئيسية والأقطار غير الرئيسية ثم نجمع هذه النتائج مع بعضها البعض ونطرح النواتج مجموع النواتج التي أتت من حاصل ضرب الأقطار غير الرئيسية نطرحها من النواتج التي جمعناها من حواصل ضرب الأقطار الرئيسية وإليكم المثال والمسألة التالية للتوضيح لحساب قيمة هذا المحدد فما علينا إلا تكرار العمودين الأول والثاني إلى اليمين ثم نكون بحساب الأقطار الرئيسية وكذلك غير الرئيسية الرئيسية صفر في سالب واحد هذا صفر واحد في سالب خمسة في سالب خمسة ستة في سبعة اثنين وأربعين الأقطار غير الرئيسية كتر الأول قيمته صفر موجب خمسة زائد خمسة وثلاثين واحد في ثلاثة ثلاثة في اثنين بستة فيكون قيمة هذا المحدد هي مجموعة الأقطار الرئيسية نطرح منه الأقطار غير الرئيسية يساوي سبعة وثلاثين ناقص واحد وأربعين يساوي سالب أربعين ومع المسألة التالية تعلمون أننا حسبنا قيمة هذا المحدد من قبل باستخدام مفكوك المعاملات ولعلكم تتذكرون أن قيمته كانت سالب 123 الآن نحسب قيمة نفس المحدد باستخدام أرو تيكنيك نكرر العمودين الأول والثاني هكذا نحسب الأقطار الرئيسية وكذلك غير الرئيسية موجب أربع في ثلاثة إتناشر هذا صفر وهذا صفر أيضا هنا هذا صفر وهذا خمستاشر خمسة في تسعة خمسة واربعين في ثلاثة مية خمسة وثلاثين وهذا صفر فتكون قيمة هذا المحدد مجموعة الأقطار الرئيسية إتناشر ناء الصغير الرئيسية مية خمسة وثلاثين يساوي سالب مية ثلاثة وعشرين وهي نفس النتيجة التي حصلنا عليها من قبل المحدد الأخير الذي معنا نقوم بتكرار العمودين الأول والثاني نقوم بحساب الأقطار الرئيسية هكذا وكذلك غير الرئيسية اتنين في واحد باثنين اتنين سي سالب ستاشر سي تربيع زائد ستة في سي ناقص الواحد أما الغير الرئيسية تعدف أربعة إتناشر هنا سي في سي تربيع سي تكعيب في سي ناقص الواحد أربعة في سالب أربعة سالب ستاشر ويكون قيمة هذا المحدد الأقطار الرئيسية اتنين سي ناقص ستاشر سي تربيع زائد ستة سي ناقص ستة هذا فق الأقواس ناقص أقطار غير الرئيسية اتناشر زائد سي أسة أربعة ناقص سي تكعيب ناقص ستاشر سالب ستاشر سي تربيع اتنين سي مع ستة سي زائد تمانية سي ناقص ستة هنا اتناشر ناقص ستاشر سالب أربعة سالب أربعة في سالب الخارج إذن موجب أربعة ناقص سي أسربعة نوجب سي تكعيب نرتب هذا المقدار مرة أخرى نبدأ بالأس الأكبر سالب سي أسربعة ثم الذي بعده زائد سي تكعيب ناقص ستاشر سي تربيع زائد تمانية سي ثم الأعداد سالب ستة موجب أربعة سالب اثنين الآن سي ترجمة نانسي قنقر